لكن فيه مشهد هيداي إبراهيم إيسى بقى إيه بقى الإقبال الكبير من جمهور معرض الكتاب على مؤلفات الشيخ الشعراوي في جناح الأظهر الشريف آهو زي ما كتب ده يعني بيقول إقبال مواطنين على كتب ومؤلفات الشيخ الشعراوي بجناح الأظهر في حضور قوي من الجمهور في معرض الكتاب الحقيقة من زمان وأنا بقول للناس بس الناس ما تعرفش يعني الجيش دايما له جناح في معرض الكتاب كل سنة الجيش زي كل سنة كان له كمان جناح كبير ومميز ودي حاجة من زمان يا جماعة قوي بس الناس فزر ما تعرفش أو ما كروش بيروح قوي الجناح السنة دي مميز زي ما أعلن متحدث العسكري أو المتحدث باسم القوات المسلحة إنه القوات المسلحة تشارك بجناح مميز في معرض القيارة الدول الكتاب في دوراته الرابعة والخمسين وذلك في إطار الجهود المبزولة لنشر الوعي والثقافة العسكرية آه كل سنة زي ما بنشوف كده أنا شخصيا يعني كنت كل سنة بعليقهم فوش لكن هما كمان بيأغدوا صالة مميزة لأن في يا جماعة الصلاة بتبقى حسب بقى أنت دافع كام وإيجار كام فقادي الوزارة الدفاعة هو قادي الجناح بتاعها يعني أنت هقولك على حاجة هو أنا ما عنديش مشكلة في الجناح ده يعني بس أنت بس 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 أنت هتلاقي المشكلة أن الجناح طبعا القاتل بسرعة واخداء عافية وده في أحلى تقريبا صالة خمسة تقريبا همش شاكل الصلاة كويس بس في صلاة يا جماعة في معرض الكتاب مميزة جدا بتروح تلاقي فيها المركات الأجنبية الكبيرة الموسوعات الضخمة الأجنية وتلاقي فيها الجيش هي دي الصالة أنت لو عملت سرش عالي على الصالة اللي افتاح كان في كام هي دي الصالة دي دي الصالة الرئيسية ما عنديش مشكل بقى أن الجيش ياخد الصالة دي وزي ما أنت شاف كده أي كلام في البنينجان دق أمازيكا لكنت هتلاقي إصداراته قد إيه بقى ولا حاجة هو إصدار واحد هتلاقيه نشره في كل حتة يعني إصدار واحد هتلاقيه نشره في كل حتة بص يعني إصدارين تلاتة بص كده وتلاقي حاجة كده جمدة جدا وقادي آه نيفينيك كلاني هاي وزيرة الثقافة يعيني لسه مش فاكرة ناس علاقت على بقى أن المتحدث العسكري وقالوا له وعي إيه بقى ده تسبب خراب البلد من سبعين سنة زي ما كتب حساب باسم ماجدي قال حساب كده قال وعي إحنا ما أفشل ثقافة في الدنيا من سنة 52 وهم جايبين البلد وراء وهبشين كل خير البلد للأسف لكن الأهم من لقطة جناح القوات المسلحة هي الندوات بقى اللي بتتعامل لأن معرض القاهرة الدولي مش بس بيعرض كتب لكن بيعمل ندوات المفكرين والناس شافت الشيخ الغزالي في ندوات في معرض الكتاب الناس شافت مفكرين كبار وأجانب ومصريين وعرب في معرض الكتاب نجاح المعرض بيبقى هو الأساس بيبقى الندوات بقى انت رايح لندوة فلان أنا شفت بستاذ كامل الزهيري في ندوات شفت ناس كتير عجدا نزار قبقني بعد انقطاع عن القاهرة زارها وعمل ندوة في معرض الكتاب نشوف بقى الندوات إيه بقى إيه الندوات اللي اتعاملت الندوات واضحة إنها لتلميع بعض الناس والمؤهلات هي التضوير زي ندوة لكتاب اسم سيرة وطن والله لمين؟ للكاتب الكبير أحمد الطهري اللي أعلن مفاجأة للجميع ان ريع الكتاب ده هيتبرع به لمشروع تحية مصر أنا آسف جدا ايه كتاب أصلا سيرة وطن؟ ولا حاجة ومين اللي يقرأ ولا حاجة ومين اللي يشتري اتحدك لو بيع ليه تعمله ندوة ليه بقى؟ لأن أحمد الطهري رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة أنه هيتبرع بمبيعاتي عام مبيعاتي هو أحد يشتري أصلا أنت مصدق نفسك؟ لا ومين اللي قادر له الندوة؟ الدكتور محمد فايز صرحات والعميد خالد عكاشة وقادرتها العالمية رهام السهلي ما ليه كاتب كبير؟ فبقى إينا كاتب كبير بقى؟ ورهام السهلي جاية اللي كان بتطلع مع السيد علي زمان والأستاذ خالد عكاشة جايين وندوة والمفكر الكبير ده حكس ده بقى الحكس ترجمة نانسي قنقر